خليني أذكر بعض من الشهادات طبعا في إنجيل يحنى بيتكلم عن شهادات كثيرة مثل شهادة الآب وشهادة الروح القدس وشهادة الأعمال ليسوع المسيح وشهادة المسيح عن نفسه ثم شهادة طبعا الكتب والشهود الذين اختبروا المعجزات وشهدوا عنها وهكذا لكن اليوم أنا عاوز أتكلم عن شهادتين أو ثلاثة اللي هي مدركة ومعروفة جدا لكل الجمهور المستمعين في أيام المسيح والشهادة العظيمة موسى شهداء للمسيح والمسيح عندما كان يتحدث إلى اليهود تكلم عن أهمية شهادة موسى فموسى بالروح القدس هو الذي كتب التوراة والتوراة هي عبارة عن خمس أصفار الأولى سفر التكوين وسفر الخروج خروج بني إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر إلى الأرض الموعود بها بعدين بيتكلم عن سفر اللويين هو سفر الشرائع والذبائح والتقوص بعدين بيتكلم عن سفر العدد إحصائيات والتسلسل في الأعداد بكل أنواع العددية موجودة في هذا السفر وبعض الأحداث اللي حدثت في الصحراء موسى مع آخرون والسفر الأخير اللي بيتكلم للجيل الثاني في سفر التثنية لأن الجيل القديم كله مات في البرية اللي تاهوا فيها لمدة أربعين سنة معدى يشوع وكالب وكل الجيل صغير من ابن عشرين كان طبعا في ذلك الوقت مادون يعني الجيل الثاني صار أغلبه عمره ستين سنة عند سهول مؤاب موسى علم الشريعة مرة تانية لشعب إسرائيل فموسى لاحظ في نبوات كثيرة سواء في سفر التكوين إصحاح ثلاثة آية خمسة عشر بيتنبأ عن نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحية بيتكلم عن نسل إبراهيم الذي هو المسيح أي بالمسيح ستتبارك جميع قبائل الأرض بيتكلم عن المسيح أنه سيأتي من صبت يهوذة بحدد الصبت بيتكلم في سفر التكوين إصحاح تسعة وأربعين عندما بارك يعقوب أولاده الأصباط بيتكلم عن مجيء المسيح المشترع في هذا السفر وهكذا أحبائي في سفر الخروج بتشوف خروف الفصح المسيح فصحنا وبتشوف عمود النار وعمود الصحابة اللي هو مجد الله وبعدين بتشوف في سفر لويين الذبائح المتعددة اللي بترمز للمسيح وبسفر التكوين نرجع في صحح 22 كيف الله افتدى إبراهيم بكبش في ذبح عظيم كان بيتنبأ عن المستقبل ومكتوبة عن إبراهيم إبراهيم رأى يومي فتهلل وقال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فلاحظ هذه الأقوال كلها من سفر التكوين حتى سفر التثنية فيها أقوال رموز شرائع ذبائح أعياد كلها بترمز ليسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر